مرحبا شباب كيفكم ان شاء الله تكونوا بخير بهذا الفيديو متل ما مشايفين عن هذا الرندر اول ما بلشت عصوه الفيديو انه فكرت بيش ابلش الفيديو يعني انه يكون الموديل محطوطين وابلش احطى الضو والاخره فجتني انه قررت انه اصور لكم هذا الرندر من الاول الموديلينج لانه هو هذا الشي كتير رح يأثر على الرندر انتو لما بتشوفوا انه كيف انا بيصير ممكن يصير في مشاكل بالموديلينج بالبرسبكتيف وللي ناس ما بتعرف شلون تساوي الرندر من الاول يعني بتشوف شلون بيبلش الموديلينج فيه وبعده بيصير الرندر اذا وصل على اغلب اذا وصل الفيديو لاكتر من ساعة او نص ساعة اقسم الفيديو نصين او مثلا اليوم اصور لكم فيديو الموديلينج تبع هذا الرندر وبغير فيديو بتشوفوا الرندر نفسه شلون مثلا تحطوا الاضاءة وشلون توصلوا لها كنتيجة فانا هون انا عندي هادول الموديل اللي انا مستخدمون بهذا الرندر وطبعا انا اظن بالجهزة التاني لما ببلش الرندر بحطلكم المشهد بالتيلجرام او ممكن هلا بحطلكم المشهد بالتيلجرام اذا في حدا بده يجرب بحطلكم اذا بتكون المشهد الجاهز اللي انا سويته اللي مجهز الموديلينج فيه ايه فيعني هلا منساوي مع بعضنا المشهد كموديلينج ومنشوف اذا اتاخر معي كتير او انا عبساوي منساوي الرندر منساوي الاضاءة والماتيريال بغير فيديو ازا ما اتاخر بساويهم بنفس الفيديو اول شغلة انا رح هفرجيكن انا يعني سواني عندي مثلا عندي هذا الرندر اللي هو هذا الرندر الاصلي او كرا اشيال الرندر تبعي هذا هو الرندر الاصلي اه وجبت معه البلان لانه هذا الشي رح يفرقه معك كتير اذا انت عبساوي وممكن كتير فيه شغلات خاصة انه هيصار فيه يعني مرجع الفوكوس كتير بالكاميرا اللي وراء والبرسبكتيف ممكن يتخربط معك فانا جبت البلان ومنه بلاشت ارسم الموديل طبعا هلا ممكن نحن معنا هلا تطلع شوي مختلفة عن اللي طلعت معي يعني بالبرسبكتيف ممكن بيحططان الحجر انا ما رح احاول اوصل لنفس النتيجة اللي انا وصلت له رح حاول كأنه انا هلا عبا ببلش ساويه بلش ساويه من جديد ايش انا رح ابلش اساوي اول شي انه هدول الموديل انا ما رح ادوره حاليا رح افتح زائد بلاين هيك واخد هذا البلاين اللي انا لاقيته او البلاين المخطط اللي انا لاقيته اعمل له انه اشوف اه تفاصيل الصورة يعني شد احجامه الف واربع مئة وثمانين على الف متل ماكو شايفين هون بحط البلاين احجامه نفس الشي بشان ازا انا حطت الصورة تكون نفس الحجم اوكي اها فينا نقل بم بالعكس يعني هون الفا اربعمية وثمانين هون الف اوكي هيك صار تمام هلا شغلة تانية هلا انا عندي محطوطة هون الصورة بس ما الى احجام يعني انا كيف فيني اعرف احجام كلها الصورة واجيبهم تمام يعني صح بما انه هده يعني شو اندالك انت هلا هيك حطيتهم بس الاحجام مي صحيحة فانا عندي اكتر شغلة ممكن اعرف فيها اجيب اخلي هاي الصورة احجامها صحيحة هي انه اطلع على حجم الباب يعني هذا الباب على اغرب هيكون تسعمية تمينمية هذا على اغرب هيكون الف الف وميتين ممكن اطلع على حجام الطاولة فانا رح ااخد بلاين كمان ومسلا ممكن ايس مثلا هذا الباب مثل انك شايفين هلا حجم طاول صغير فانا محتاج لحجم لا نحط تمينمية وخمسين ومنعمل تكبير لابين ما نوصل لحجم الباب اللي عندي اياه اوكي سواني اوكي برجع على التكبير وبكابرة اللي هو سكايو زا كيف اربعة مشان اشوف الحطوط على السوا مهم مثلا هيك شيء حتى نتأكد من هذا الشيء أكتر مثلاً عننا هذا الدرجة بنرجع من يس مثلاً بالبوكس من يسون مثلاً على أغلب لازم يكون 150 عفواً 300 أوكي مثل ما شافينا 330 ممكن نشوف 300 مثلاً هيك يعني ممكن نقول حجم الصورة صار صحيح أوكي ممكن نزغرها هيك شوي صغيرة طبعاً أنت مستحيل تجيب الأحجام الصحيحة 100% يعني حتى لهذا المخطط ممكن يكون هو مخطط تقريبي مو 100% صح أوكي إيش ممكن كمان طلع على مثلاً الطاولة هاي على أغلب لازم تكون 900 أو 600 850 أوكي بظن هيك تمام ما بعرف بيش ممكن إيز كمان بس هيك برأيي بيكون تمام أوكي بنرجع من الروح فلصاً من هي الصورة هون أظن بشيل هدول أفضل بنرجع من الفتح الصورة مثل ماكوا شايفين أنا عندي بدي القسم من المخطط اللي فيه الطابق الثاني وهذا الحجر الموجود هون فأنا عندي هذا هو الطابق الثاني مثل ماكوا شايفين مخطط بهيك خطوط فأنا رح أعمل بوكس بوكس من هون لهون بحط طوله 3000 يعني 3300 أو 3000 أو أظن 3300 أو 3600 بيكون تمام أظن هيك تمام بيكون رح نرفعه لفوق كمان حوالي شي 3000 أظن مثلاً من هون نحط أوكي هيك غريب أوكي حالاً صار تمام 3000 ونحطط له حالياً Alt X مشان نشوف إيش فيه تحته يعني إيش فيه تحت هذا المربع مثل ماك شايفين عنا هاي العوجة هيك هاي فينا نرسمها بال سبلاين بنروح على line ونرسم هاي اللي عنا هون بالشفت مشان ما يروح يعوج line أوكي حالياً أنا رح أرسم زوايا يعني حادة وبعدهم فينا نضبط أوكي أنا حالياً ما رح أطلع على الباب يعني أنا موهمني بعدهم نحسن ساوي أوكي فينا نروح لهون أو حتى هيك يعني الصدق أنا صلي هذا الرندر مساوي زمان حوالي ممكن شهر شهرين أو ممكن حتى أكتر بكتير يعني ثلاثة شهر فأنا يعني بعيد تقريباً الرندر معكم واحد واحد وكأنه أنا ناسياً كل شيء أنا عملته أنا هالله عبساوي مثل ما أنا شايف إنه لازم أساوي هون طبعاً هاي لازم نساوي زوايا صح فأنا رح أخذ النقط يعني فيكم تقولوا ما لي محضر للمشهد إنه ما لي ما في شي محضر إنه والله مخطط إنه أنا هيك أساوي هيك أساوي لا أنا حالياً الشي اللي عب أشوفه عب أخذ القرار قدامكم كيف أنا بساوي كيف أنا بساوي هذا المشهد أوكي هون بساوي هاي فينا ما نحطها بساوي بعدهم نشوف أوكي أهو 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 هلو فينا نرسم أهو 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 هون هيا لازم نكون أكشي طبعاً كل هذا الشي رح يأثر معنا لما بدنا نحط الكاميرا بيصير أهو تغييرات هدول بتأثر كتير أوكي يعني ممكن نرجع نعدل عليهم نحن حالياً عن نرسم متل ما هو المخطط عفرجينا بس طبعاً نحن لما نحط الكاميرا أنه شوي ممكن يتغير الكلام فهون عنا لائن هيك عناياها لبرة أوكي هاي منعملها مسكرة خلاص أوكي هون نشايف ما هو تمام أي من ساوية بزيال هيك تمام ناخد لاين وبعدها ممكن نعملون اتتش إذا بدنا اكي كان في نهاية حتى أخذها الأخير لأنه أنا عندي طرف تاني ما رح يبين يعني عندي هذا الطرف كله ما رح يبين حتى هي ما كان في داعي أعملها بس أنه أوكي سويناها خلاص هم 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 هون الأفضل أنه أنا خليهم كلهم على ما كان واحد أوكي هيك تمام في عنا هاي ضلت أها وممكن نبلش نحط الحجر اللي موجود هون أوكي أنا شايف هون إذا عملنا اكسترود 3000 لحال الارتفات فينا نبلش نجرب نحط الكاميرا بالشي الموجود عننا حاليا يعني هلا أنا بروح بفتح هذا البيو بورت ممكن بكوز حرف زد بشان أوصل لهون أوكي أنا بدي أوكي أول شغلة بعمل عندي هلا حجم الصورة بنفتح عدادات نفس الشي بأخذ هاي الصورة بعمل الخصائص وبروح على حجم الصورة عنديها الف على ستمية وسبعة وستين فهون بحط كاستم الف ستة ستة سبعة لا هيك هاي أول شي أول شغلة بتفتح الأفل بعدهم هون بتحط الف ستة سبعة وبعدهم بتسكر الأفل عشان يتغير حجم الصورة مدام الأفل مسكر ما ما بتغير حجم الصورة منحطها ك background و هلا يعني شغلتنا انه نجيب هذا البوكس على على الصورة اللي عنديها هون طبعا بهاي الطريقة اللي هلا أنا صعبة ساوية صعب كتير توصل للموجود بالصورة فنحن رح نحتاج ال perspective match ونحط على show line متن ملوك شايفين بطلعوا عنا ال line تبعت ال perspective ملوك فأنا حاول أساوية نفس الصورة اللي عندي موجودة هون طبعا مدلوك شايفين عندي خطوط هذا البوكس فهنا بساعدوني كتير بإنه ألاقي خطوط line مه ها 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 أوكي مثل ماك شايفين هلا أنا أول شغلة بيهمني العرض يجي صح إذا الطول إجي موصح آآ ممكن يكون أنا حطيت الطول غلط يعني لما حطيته ثلاث تلاث ستمية معناته هو هذا الطول غلط فأنا أول شغلة بيهمني العرض أوكي يعني هيك تمام أوكي لا هايك ماهي تمام هاي ماهي تمام بس عرضه الصندوق جه صح أوكي هذا أول شغلة طولة أولا وخللنا نقول أربعة وستمية أربعة وستمية لا لا أربعة وستمية أربعة وسبعمية أوكي أوكي هيك شي بس لو نشوف هاي هون وهاي عنديها هون ثلاثة منشوف البوكس يعني الطابق الثاني إجا صح بس هذا الطابق مثلا اللي عنديها هون ما إجا صح فلازم نشوف لنحل المشكلة هاي أوكي على الأغلب أنا هلا رح أعمل هون كونترل سي عشان البرسبكتيف يصير عندي ككاميرا فمتل ماك شايفين هون صار فيه فيزيكا وكاميرا وأنا لو أنت بدك تشتغل هذا الرندر بالكورونا بتبدل الفيزيكا وكاميرا على كورونا كاميرا أنا رح أبدل على في راي كاميرا لأنه هذا الرندر بدي أساوي بالفي راي فهون بأخد كاميرا في راي في راي فيزيكا وكام وبعمل عن طريق بشغل عندي الاسم بحطه أنا بالعادة بالبيوت وبالفيرتكس وتأكد عنده يكون مكتوب محطوطة أنا هون بعمل هيك وبحط كاميرا في راي شي تكون عن نفس اتجاه كاميرا الفيزيكا وكاميرا وبحزف الفيزيكا وكاميرا وهون باخد الفيزيكا كاميرا حاليا مثل ما يشايفين عب يعمل أوتوسايف خلي يعمل أوتوسايف حاليا الفوكوس صغير كتير قريف فأنا رح أبعده شوي حتى يجي معي نفس كام موجود بالفيزيكا وكاميرا ثاني شغلة مثل ما يشايفين حاليا في خطوط نازلة فأنا بدي أساوية بروح لهون وبحط بصير عندي الخطوط صح بس لحد الآن مثل ما يشايفين البوكس موجي صح وعندي هذا اللي عندي موجود هون موجي صح يعني هو المفروض يكون لو ننتبه إنه أنا عندي الكاميرا محطوطة من هذا الطرف وعندي هاي الشغلة محطوطة من هذا الطرف فأنا يعني عبشوف الطرف الثاني فشي طبيعي إنه تكون هيك عندي حلين لازم لازم أعمل هيك أوكي شلون لازم أعمل هاي آه نعمل هيك ناخد هات وناخد الحيط الموجود هون ونفتلى مئة وثمانين درجة وبعد أخد هيك وأجيب على البوكس أوكي هيك شي بقى متل ماك شايفين إجا صح حاليا في هون شوي غلط بالأحجام إنه منشوف هون يعني هلا بالطول ماشي مش لان إحنا منقصرها شوي بس بالعرض لازم نجيبها صح أوكي هيك تمام هم هاي لو منشوف إنه هي ما يجي صح مية بالمية بس أنا فيني يعني آآ كي نروح له هون أنا فيني ما أطلع على هاي الشغلة إنه هاي الشغلة شنضع للكون إنه لو في هلا مثلا عندي هذا البوكس هو الأهم هاي يعني فيني أنا أرجع هيك شوي لورا أوكي لو هي موهيك بالحية أو ممكن تكون هي أوكي هيك تمام يعني مليو واحد صغير ما رح يأسر آآ في عنه هذا الباب لازم نسكره آآ 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 Alt-Q بارابابابابام لازم أسحب لهون وعلى أغلب أنا هون رح أحتاج Edit Poly فأنا رح أعمل هيك Alt-Q و هون أوكي ناخد هذا الأوبجيكت ناخد اللاين ممكن نحط هيك كتة نسحبه هيك شوي لتحت وأظن الباب وأظن الباب رح أساوي أوبجيكت غيره ما شوف الصورة أوكي هذا أوبجيكت واحد فأي أوي 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 رح أعمل أنا على الأغلب آآ بوكس هيك Alt-Q نسحبه لهون أوكي رح لأنه ناخد أوكي منعمل Edit Poly ناخد النقط نسحبه للتحت top-Z و هاي أوكي ما هيك منسحبه من هون وهاي بسحبه هيك لاند هون تقريبا على الحالتين ما رأي تكون بين أظن هيك تمام Alt-X وهي رح أرجع لورا أوكي هيك تمام بس في عنا هون بواب لو منشوف Alt-X في عنا واحد اتنين ثلاثة لو منشوف الصورة فعلا موجودين بس بتحس انه في يعني لو انا احسن ااخد يعني لو اعمل هيك انا بتحس انه كأنه الفكرة اللي تختار عبالي انه هو اي 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 اسميك كتير سمي نخلي هيك بناخد العلم كأنه هو هيك ومسحوب لهون وفيه ثلاثة بواب وهون هذا الرصور هو اللي عب حرك البواب هيك عقلي بيقوللي فأنا هيك رح هساوي اذا بالرندر صار غير هيك يعني كانت غير هيك فما لم يمشكلة فأنا هون اول شغلة alt x وبعمل alt q وباخد المسلس هاد connect اظن connect setting و بنرفع لمحل ما بدنا يعني هون اوكي هون كمان هيك connect setting و نسحب اوكي هيك شي ما يمشل اذا البوكس تابعنا نازل تحت الارض هادا الشيء ما رح يأثر بعد انه ما مساوي الارض هادا الشيء منحسين عدله او حتى زعفنا هيك ما رح يأثر اوكي build 3d max 24 انا بحسن back post shift وبرجع لورا بنقص عندي كل شيء موجود هون وبيصير كل شيء تمام اوكي اظن هاي رازم تكون يعني اوكي اربعة اربعة ورح اصحب هيك شي كون عندي هيك بوكس كون عندي مربع صحيح يعني وبعد رح ارجع اخد هاي اخر ال المخطط اللي عندي وهون بعمل وزائد بوكس اوكي اس منشيل الاس لهون مننزل لتحت منشغل الاس ام اديت بولي بناخد هاي ومننزل زد لتحت بناخدها كوبجيكت ومنبلش نعمل كونترل شيفت ومنسحبها هيك اوكي كمان واحدة كونترل شيفت اوكي الاخيرة ما بينا يعني ما كتير مهمة بسمنا اوكي بنساوي اوكي منرجع الالت اكس وبيصير عنا البواب جاهزين منرجع الموديل اللي عنا اياه هون ايش في عناه هون عنا لو تشوفوا هون في عناها في هيك انو مربى مقصوص فممكن نساويها لا بدي بولي ناخد المسلسات او الخطوطة ومثلسات الخطوطة فهون مناخد ومنعوج لهيك شي وهون نفس الشي تنين ومنطالعة لفوق لهيك شي ومنتحت والله ما مبين يعني بس انا ممكن نساويها في اوكي كمان شوية لتحد هيبدك تشوف غير صور المبنى نفسه بتحسين تعرف اكتر ازا هي او لا ما بظن هيك تمام ما رح اطويل عليها كتير يعني بالاخير انت ازا ما صار شي يعني متل ما بدك هون صار ما صار في ضو اللي بدك يا انت بترفع وما رح يهمك يعني انت بالاخير في فرق ازا عب تساوي يعني كزا الصورة للمبنى فانت رح يهمك كزا الشي بس ازا عب تساوي صورة واحدة ما رح يهمك اوكي هون في عنا تمام هون عنا الحجر هون في عنا بوكس لازم يكون موجود ممكن ناخذ هيك هيك و alt q isolate اوكي مش هنرسم هاد البوكس اللي عنا هي هون بس نشوف الصورة اوكي الباب من المكيرة لطبع البوكس هاد فانا رح ااخد زائد بوكس و ارسم بوكس هيك يسكر لي كل هاد الشي الموجود هون كيفيني اعمل هيك حتى ها بشغل s ها edit poly و نعمل هيك شي اوكي هيك تمام كأنه موت امام اا alt q اعفا اا f3 اوكي نفتح الصورة لو منشوف الخط طبع البوكس عنا هي تقريبا جنب الحجر انا عندي اياه موجا بالحجر صغير لجوة شوي ctrl z ندي هيك هيك شي لازم يكون حتى الطول نفسه كأنه علط او صح شوي في فين نرفع شوي يعني اوكي و اظن هدول اللي تحت رح نزلون ماليش ما رح يأثر يعني مه و عن البلاين طبعا انا فيني اعملهم كلهم بس ما بدي اوكي هيك تمام اظن اي هيك تمام هلأ فيني انتقل لل اوكي عبا خربت فيني انت ال الارض الموجودة عندي لو بتشوف فيها تقريبا صغير فيها كأنه ممكن يكون فيها اعمل ما تكون ساوية فعنحنا اول شغلة اش منساوية منحط منروح التوب و حط زائد و حط تقريبا بظن راح حط لهون هيك شي الاغلب مسكرة الكاميرا في ثلاثة لا ما لمسكرة الكاميرا اوكي في ثلاثة ولزم احط اشوف البوكس اللي يعني انا ازا حطته هلا على الارض هيك راح ياخد معي هذا الخط طبعا متل ما كما شايفين هون هو صغير كيالتيكس صغير هيك يعني على العريض مو معوج فأنا راح عمل اللي هو راح يكون عندي هذا الحجر انا راح حط عاليا زائد بوكس هيك شي متل ما كو شايفين حاليا صغير هو هون انا لازم يكون عندي هنا ولا وحطيناها على الطرف هيك او لو حطيناها على الطرف هون بده شوي نزله لتحت بس على الاغلب على الاغلب هو هذا الخط الموجود هون هذا يمكن اسفلت انا راح اوجه لهون اوكي ومننزله لتحت هيك شي متل ما كو شايفين لما من منلاقي هذا اللي عنا موجود هون نعمل الاول شغلة مناخد النقط وانا راح اصحب هيك شوي مش احسن اخذ عسوا بيبين معنا الخط الاول لل للارض يعني ازا انا باخد هذا اوكي انا اخذ اول شغلة الارض وانزله كتير هيك لتحت انه حاليا بيشوف باخد 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 بحط له ادت بولي بعمل هيك كنكت واحد او ممكن بلا كنكت حتى باخد النقط اللي عندي موجودة هون وبنزل لعند هيك شي ثلاثة يعني عندي الارض صغيرة تقريبا بهيك شي بس مدام نحن عنا بنعرف الخط اللي عنا موجود هون اوكي لو منشوف تعريبا هو هون فنحن بنحسن نعرف نهاية هذا الخط فنحن بناخد الخطوط هون بنعمل تاني و اوكي ونرفعه لبين ما نوصل للخط اللي عنا هي موجود هون اوكي نعلها شوي اهه ممكن نعمل F Z ونعوج هيك شوي شوف اه اشوف انا اظن افضل شي اخذ على الخط طبع القراج ومنشوف بنحسن نعرف شوف نرفع نرفع اظن هيك شي اه ازا ما لي مخربت بالاخير هذا كله شي تعريبي متل ما قالت لكم يعني هذا الشي ما بيعني انه مية بالمية مية بالمية انه اللعبة ساوي صح ما بيعني انه غلط انت اعمل الشي بالاخير النتيجة يطلع معك حلوة والموديلينج يكون شي تقريبي صح هون بظن هيك شي تمام وهذا رح ارفع الخط اللي ايا هون رح ارفع على نفس الطول ممكن امد وطبعا من هذا الطرف رح يكون عنا متى ملك شابهين هون نازل شوي لتحت فنحن رح نعمل اظن واخده هايك زت باخد النقطة اللي هون بسحب هايك رح عمل تاني هايك هون connect اوكي وناخد هاي النقطة اللي عنها هون نسحب هيك شي اوكي وهون المفروض عنها يكون نازل لتحت هات هلا هون بقى هاي الشغلي انا صعب كتير علي احذرة انه لاي مكان نازل تحت بزن بزن هايك شي كتير ممكن فينا هاي نمدة شوي هاي لقدام لو تشوفوا مثلا هاي النقطة اللي هني بتقلي انه مثلا الارض هون نازلة لهال درجة بس ما اظن الارض هون نازلة لهال درجة يعني بحس هي جاي هيك ولو مشوفوا الصورة بتحس الارض هون نازلة يعني عاملة هيك دوارة فهي الشغل كمان لازم نتباه عليها اوكي لو منوصل اول شغل منوصل لل هسعب هيك شوية بعيد اوكي حوق ايفون بما انه هي اخر المكان واعمل بالنص وهاي رح ارفع هيك شوية لفوق هاي رح نازلة شوية لتحت شاية تصير عنها هاي اللي بدنا ايها اوكي اكشي هون هون تمام هون تمام فينا نرسم الارض اللي عندي موجودة هون عندي 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 اول شغلة عندي هاي البوكس هون كمان وانا عب اساويا بحسن اعرف الارض وين عب تطلع وين عب تنزل عندي يعني عندي هذا الطريق اللي موجود هون بين اعرف منه لأ هون انا بفضل انه ما ساويا باللاين لانه ممكن يكون او تعرفوا شغلة كد اكد لكم انه ممكن يكون انه عندي هذا المكان موسيوي فنحن ممكن نرفع نقطة نزل نقطة باللاين هذا الشي رح يكون مو ممكن بس اللي شايف هو نحن ممكن نعوج كل فانا بفضل يمكن او خلونا نجرب اول شي باللاين و نعوج لانه هذا مكان سيارة ومو غريب لو نحن سوين كأنه مكان مش انسان او هل لما برسم كل شي رح هون 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 او هون هون و انسكرا رام و هون برام بلش نعمل بيزي بيزي و هون بحب بيزي او كي هك تمام اكسترود و من شي للإزالات طبعا هم رح سوية مثلا الف للاحتياط او الف و من نازلة لتحت انا اك اوكي مثل ما توقعت هي صاير او هاي الشغلة مبينة يعني انه صاير هيك بإنكاس نشيل للا عشان نحسن نعوج ونحن مرتاحين ايه 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 ثلاثة اوكي بأظن هيك تمام ممكن حتى يعني نا اعرف هاي شوي صغيرة لفوق وكمان في شغلة مهمة انه اخذ هاي اخذ هاي ونعمل اوكي كونترل ست لاين اوكي ناقص ست غلي اعمل اوتسائل ناقص تلاتة اربعة واحد هون رح حط صفر عاليا هاخد ال line top z وامد شوي لقدم او لا 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 ارجع الورا ومنعمل اه edit poly بناخد ال polygon وشيفت نعمل هيك مهي بظن هيك تمام اوكي بيبين معنا الطول فنحن هدول رح نرفعون هدا الشي طبيعي يعني هدا هو الشي الصح يعني انه نحن نرفعون احنا ما طلعنا على شون هنه من تحت بيكونوا اوكي ومنشي لل isolate بس كانوا هنه شوي لجوه لازم يكونوا ایک شي لحای زمانا لألت ایکس اوكي هن ممکن ناخد هدول اوكي ایک تمام الحالتين لازم الزرع يغطي الشي الموجود هون اهة اهة اكس تمام اهة اهة اه ضل عنا الادول الحجار الموجودة هون و اظن ما رح يكون سهل مساواتن ازا عنا هاي صارت بمرة واحدة دول بجوز يعزبونا شويف منساويا هلا بوكس ما بعرف منساويا خمسين طولة نعمل اظن رح عملهم كلهم اوبيكت واحد اديت بولي و عمل كونترال شيفت انترال شيفت مناخد النقط و منزغره هون شوي هيك منرفع شوي الى فوق كونترال شيفت نرجع مناخد كل الباليغون و كونترال شيفت مناخد النقط و منعوجون هيك على اليسار اوكي اه متر ماك شايفين حاليا هنا صار تقريبا اطول تبعا ما كويس انا منذ ما اشيلهم من الازالات فيني هلا انزلون هلا هاي ما انبعينا عندي ايها طاول اوكي لا انبعينا كنتبقون هون اوكي هون لا اما المخططة بيعطينا غلط كنتبقون مساحل يكون انا واتो اللي جابتول قط الله لحددرجة يعني منشوف حتى لو منشيل كما انك شايفين هذا ろう هيك هاي اوكي طب كأنو منشيل كстрك يذстр اوكي اوكي. ايه في ثلاثة. هون كأنه رايحين لجوة اكتر مع العلم انه المفروض نفس ال اوكي. اه الاغلب انا راح اروح ارفع هيك اهي كمان لهو. يعني راح اخد الشي الموجود عندي. اوكي. نعم بلشت المشاكل. ام. على الاغلب انا كمان هاخد ادول كل هننزلهم كمان خمسين لتحت. اه ناقص خمسين. اف ثلاثة. وابلش انزل شوي شوي. طبعا هون رح يصير معي هيك شغلات. رح ارجع افتح الصورة. اوكي. اه. من نزلها. بنزل لانترال زد. بنزل هيك شوي. رح احتاج اي هيك. مه مرة تانية. بنزلها بعدون هيك شوي صغيرة. هون من نزلها كمان. وهون من نزلها. للاخير وبظن. حتى اجو نفس تقريبا نفس الموجود عندي هون. عندي هاي ما اجاد صح. كأنه لازم تكون لتحت اكتر 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 شي. هاي لازم قلبة هيك شوي. اوكي بنعمل اف تلاتة نشوف شون عنا صغيرة. يعني واحدة ضايع اللي هي هاي. مرفعش غيرها هيك لفوق. بظن هاي بس هيك اه بظن اوضل ارفع هيك لفوق. هيك تمام. لو ننتبه. عندنا هيك تقريبا هون خلصان هدا اه ومعوج لتحت. فانا عندي اوكي انا عندي هيك نفس الشي. هون مناخد هاي. ها بنعمل اف تلاتة ومنحاول نجيبها على النقط اللي موجودة هون. يعني هيك هيك وبعد ننزلها تحت تقريبا. ها بنعمل اف تلاتة ومنحاول نفس الشيء. لانه راح يتخربت كل شيء عندي هيك موجود هون. اوكي بظن هيك تمام. بالنسبة للشيء اللي موجود عندي هيه هون اظن راح اعمل هون اه رينج. اه رينج. كمان واحد. وهاي راح ارفع اس لفوق. وهي اس لفوق. وهون راح نشوف بعدون. اوكي انا راح اعمل هيك كونترل اي. اوكي انا راح ارفع هيك لفوق. هون بعدون بالرندر راح اعرف اكتر شلون صاير الارض هون لانه انا صعب علي كتير. يعني احذر هي راح الزيره هون صاير هنك. اظن راح اعمل هون كنكت كمان. كنكت. موت وانتر الزت ها نرح أعمل هيك ring connect مهم وبظن مثلا توقع يعني هيك هيك شي صغيرة الأرض طبعا هدا الشي كله ممكن يتغير الحمد لله وما في بلور كنت اضطرينا نرسم كل الموجودة ورا ونطري البلور وهذا الشي رح يكون كان كتير صعب هاي رح عمل هيك الاحتياط بظن ممكن احط الحجر F3 ايش ضل عندي اه ضل عندي هاي الموجودة هون والحجر كم دايا وصلنا ساعة اه لا انا ممكن احط فيديو واحد نزل فيديو واحد بس اسمو جزئين هدا اليوم انا رح اصور بس مودلينج و وبعده بنزلكن الرندر نفسه F4 اخد الحجر اللي عندي موجود هون منبلش نطبقه ام مشان هدا الحجر منعنا جبته جبته بريتش 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 ام كهنن م هلا ما بعرف انا انا متحديدن وحدة وثنتين ثلاثة اربعة خمسة يعنا نقيت كزا واحدة وبالاخير بلشت جمعون وبعضهم اللي ما اجا شكله ما اخدتها اللي اجا شكله اخدتها ففيكن تجيبوها من هون و انا رح اعي في المودل الموجودة يعني واد ازا واد انا ازا بتليجرام رح تلاقوهم موجودين يعني بس ازا انتو كان بتكون تنزلوهم ايه هنن بنزلو كمان هنن احجابهم صغار انا كبرتن شوي مو شوي كبرتن كتير حتى يوصلوا للحجم اللي انا بديها هون اوكي هون انا رح احتاج رح احتاج يور ريف اوكي واحد هاي الصورة هون رح نزغر هايك شوي ونحط الحجر اوكي على متل ما نحن نشوف اوكي اظن هاي هيك رح ابرملة هون مشان الظهرة اللي معوجي يكون لبرة واهم شغلة الحجرة ما تدخل هيك متل ما هلا صير انا عندي تكون هيك محطوط احتطان وشكري sympathالية محطوط احضر اشتركوا في القناة 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 نشوف شون صارو. اهه. عم ناخده نعم الله يكشي. اوكي. بنعمل اف اربعة. بس في شغلة انه ازا بدنا بنحسن ساوية بدنا يعني مايجبارية انه لو نشوف الله هون دمج الحجر صغير هيك بالنص. هون صغير على الزاوية. يعني هاي الحجرة هيك صغير. هاي او ظن راح اغدى من نص. وهي. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. هاكشي. و هاي. كيفياننا هاي الحجرة اللي هون من بعد شوية. اوكي. فيني اوقف عند هيك شي بالنسبة للحجر. يعني هيك شي تمام. اوكي. اوكي هيك شي تمام. و يعني بعدهم بالرندر جوز الاضاءة مسلا تغير معنا شوي مكانهم. بس يعني تقريبا. في عنا هذا البلاين اللي راح ينحط عليه متل ما شيفين. كأنه. كأنه الحشيش. هلا طبعا احنا هذا منحسن نساوي. بس أنا برعي. يعني منحسن نساوي بالارض الموجودة هون. بس أنا برعي نساوي البلاين لحاله. تخاف معنا هون هر حروح زائد بلاين. و هون هو هود. sup. ثلاثة. اوكي. او كنت. او ظلم واحد اتنين. نحن أخذ ووان connect نين نين اوكي رح أخذ هاي الصورة لهون حاليا ام با با برم 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 ايه هوني المرفوعة ايه نحطه هون اوكي هيك شيء ام هم ام تتترم برم 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 لو بننتبه على الصورة بنشوف انه طلعوا هيك فيه هين رفعة كبيرة بعد وننزلها تحت انا عندي صغير تقريبا على خط واحد انا اول شغلة رح سوية بهذا البلاين بعد وما سوية بالآ يعني هيك مرفوعة شوية لفاق هيك شيء اوكي اول شغلة control A اه clear O وبعد وواحد حننزل هاي شوية لتحت مهم الهوني كويس تتترم نحن نسحب هاي لها تمام اوكي هيك تمام ام تمام 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 ممكن اعمل انا ثلاثة اه هون نرفع لفوق اتنين ring connect واحد 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 وارفع وكمان اف ثلاثة ناخد هات هون رينك اف اربعة كنكت ورح اهده لعند هون اظن هيك شي اوكي مشان حافظ على الطول هادا اه لا لازم اهده شوي كمان لهون هيك شي اظن وهاي لازم تكون اوكي رح اخد رح اروح النقط اه رح اشيل هادا النقطين اللي هون اوكي هيك باخد برفع هاي النقط هون اف هون منك بوس اف اربعة وكل شوي منشي النقطة ونرفع شوي لفوق اوكي اه 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 هاي هيك لازم ارفع وهاي كمان شوي برفع الغيره اهه ا Village اوكي لازم احسن 2 اون وكي اشهد المعنى ونحن بس اوكي مهم 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 بظن هيك تمام بس ضل عندي شغلة صغيرة 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 انه هون هاي النقطة اللي عندي هون هنزلة نتحت و f3 دول من قرحان لفوق. اوكي هيك شي انا شايف. بعدون مثل ما قالت لكم بتجوز شوية. لما بتحط الاضاءة والكزا يبين معك شغلات ما يبيني معك حاليا. اوكي. الله في عنا. ها دول. لافيني اساويون بالفلور جينيراتر. بس ممكن الفلور جينيراتر ما يشتغل على على مليا. اجرى بس مرور جينيراتر. اجرى ادلان. اجرى بس يرينيه. اجرى بس يرينيه. يكشي وهو بزيار رأي حزوف ونشغل هاي النقطة نعمل ريفاين ونقطين وهو بزيار نعمل ريفاين يكشي وبعدون كنترل اس للاحتياط قبل ما اشغل كيف جينيراتر اول شغلة اول شغلة اول شغلة اذا كبرنا اه مهون اوكي طيب اضعنا هذا اوكي 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 طيب زمنا هيك اوكي 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 نجيبهم بامب او بعدهم ممكن نعدل عليهم اوكي وراح اشيل ازليت ننزليك شوي ونجرب نساوية عن طريق اوكي انا رح ارفع الاكسترود ايش اضعنا عندي الاكسترود واحد رح اساوية 30 او حتى 100 او حتى 100 اوكي اوكي اي اللي هو اوكي هيك تمام ال w اشيل ازليت في مشكلة عنا بس منحسن حلة انه عندي زاوية كل واحدة اوكي حلا ما نشوف لانا نحلة اه اول شي ال تيكس اه اه متل ماك شايفين عندي اه بصورة بلش الحجر هون المخطط عايطينا موسح بس اوكي اول شغلة اعن ارضىلينا نجرب 150 اوكي اوكي است cancelled منكبرة شوية المسافة بين تن تاني شغلة تاني شغلة ممكن ساوية هي انه ما اظن هسوي هاي الشغلة رح يفعلف واجرب هون ممكن بالروتايشن شوي نحركها عشان ما يكونوا برد اتجاه اكي رح حطها 30 مسلا اكي كمان تبعد ممكن نحضركها شوي هيك شي هاي منحطها مسلا 50 شوف اللي زيليت برد اللي زيليت شوف الصورة لا انا هاي ما رحل عفبية اوكي ام بعد ما سوناها هيك اظن رح اخد هنرجع Alt-Q Alt-X او مو Alt-X هون نعمل F3 هون نعمل Edit Poly ومناخد واحد مناخد مسلا هادول اوكي انترى لزيد مناخد هادول منعرجو اللي هون ها واي طبعا ذا الشي كله تقريبي يعني انا كمان منبرجا بقالتكن انه انتو ما رح يطلع معاكن حتى هادول الشغلات يعني ما هو مهم يطلع معاكن نفس الصورة عالتمام كي كنترى لزيد بس مثلا هاي الزاوية مهمة انه يكون زاوية الحجر ساوية ما يساوية اوكي انا فيني او خمسة او اربعة كي لا او اول شغل كنترل اي ويلت وات اوكي من المشكلة كنترل ازت نحو دهيك واي منذ المنساوي هيك حتى نخلص هنا كي واي وات نبيني لاي نبيني لاي نبيني لاي نبيني لاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني بالاقير لازم ما اهم الشيء هذا الخط الاخير ما يجيب بالحجر ما العلم انه هذا انا رسمته بس هو مثل معلتلكم مرة تانية بالمخطط غلط صاير بيعطيني هالاغلاط بالموديلينج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اوكي هيك شي تمام بس اللي هون بقى كله منعمل له بقى اوها ومتعو لي نعم رائعه وهي هناك شخص اي اي اي. تمام. اوكي. ضل عنا اخر شغلة ناخد هات. على الو ناخد المخطط. كنتر موجود هون. اللي هو صغير على بلين واحد فما يمشكلها. نحسن. ناخد اوضن الان كمان ونعمل ايك شيء. ايك. يس. اوكي وبعد هون. للامان. اول شيء كونترل اس. كان ما يروح كل شغلنا. لانه دايما قبل ما تحطوا الفلور جينيراتر ممكن يصير في مشاكل. اه. فلور جينيراتر. او. او 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 او. او نعمل الى ال hacia FornoWay. او 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 شيء حقا او او بمجر sim. اوكي انا بشوف انه اخد اللاين. واخد هيك اللاين. ازح على هون. وارجنيراتر. اشغله هون. اوكي. هل هي على الحالتين ما كتير مبين. واغن رح ااخد هادا اللي هون. ونغيره شوي. لا هيك شي. اوكي. الابضل عنا هون كم خطوة. رح اخد هيك. اخد اللي موجود عندي هون. control shift. اف ثلاثة. نرفع شوية فوق. كم نحلق هاي. delete. وهيك تمام. بس. بظن لهون تمام المودلينج. مرحبا شباب. هلق رح ابلش اللايتينج والا يعني. واحط التكستور وهي الشغلات كلها. ازا انا رح حاول ان شاء الله ازا زبطت معي. رح اخلي الفيديو مقسم قسمين. قسم المودلينج وقسم. اللايتينج والتكستور. شان تشوفوا انتو اذا كنت ادمو وترجعوا محل ما بدكن. فانا هلا. هادا الرندر برجا بفرجيكم ياه. ورح ابلش اساوي اللايتينج. فرح هط الرندر على اليمين عندي. بظن هيك تمام. وهون متل ما بالعادة بنساوي V-Ray. V-Ray MTL. وبعمل. بس هادول انا ما رح ادارون حاليا. رح احط على كل شي موجود هون. رح احط على كل شي موجود هون هادا الماتيريال MTL للابيض. اه طبعا متل ما بالعادة بنساوي Reflection. ومن نزل Ghostness شوي. مشان نحسن نساوي Lighting. اه اوكي مشان اعدادات الرندر. عايفة نفس الشي V-Ray 0.5. اوكي. هون انا متل ما بالعادة بساوي بحطة 0.7 مشان يعطيني Sharpness. وهون رح عايفة متل ما هو موجود. اللي بقية انا ما غيرت شي. نضفة V-Ray Denoiser. مشان يعملي Denoising. اوكي سوانية. هون كمان هادول كلهم اشيلون. مشان نرجع نعيدهم من الاول. اوكي. هون رح اينزغرة هك شوي. Light V-Ray. V-Ray Light. ومنحط Dome Light. حاليا. منشغل Interactive Render. حجر. اوكي. احطه هون. حاليا لو بتشوفوا دول حجر صغير هيك مخربين. هذا الشي طبيعي لانه. عالاغلب. اذا. اوكي. رح نحط Dome Light تاني. احسفه. عالاغلب هون. اوكي محطوط لهم Displacement. وانا بس رح اسكر العين حاليا على Displacement. على كل شي موجود. ممكن التكستور هو مو شايفة لهيك عبيعطي هيك Displacement. بعدهم منشوف. حاليا نحنا مبهمنا هدا الشي. فانا بس رح اسكر العين. عند ال Displacement الموجودة. هيك تمام. تاني شغلة. انا. هون بال V-Ray. Light. رح اكتر مثلا. حطه 20. او 10. او 10. او 15. او يبين معي الموديل كويس. اوكي. تاني شغلة انا بدي. من ال Render تبعي. اللي موجود هون. اساوي Light. اللي موجود هون. اشوف منين. جاي الشمس. فانا. هاي الشغلة. ما بساوية بال HDRI. لانه بتريحني اكتر اذا سويتها بالشمس. رح اروح Top. و بروح بحط. ال V-Ray Sun. عالاغلب. لو منطلع عالصورة. لو منطلع عالصورة. No Environment. لو منطلع عالصورة. نشوف الشمس تعريبا جاي لا من على اليمين لا من ورا. فانا لازم اجيبها بهي الطريقة. اوكي. بكبوس حرف ال W. مشان احسن اتحرك. بحرك الشمس. مثل ماك شايفين. حاليا ما صير مكانه صحيح. لانه انا بدي تنضاء هاي الجهة من المبنى. فانا لازم احركها شوي. مثلا. ممكن. يعني مثلا هيك شي. اوكي. عنا المبنى. نقبس F4. ونشوف المبنى. فعنا المبنى هون. نحن لازم نحاول. مثلا. هيك شي. بس حاليا انا ما بحسن اعرف ازا انا حطيتها صح. فانا اشو محتاج. اول شغلة انا راح اقلل هاي اللي ضغط ال. ال. تاني شغلة. ممكن. نحط التربة سموس. على الارض. مشان ما يصير في عنا هايك. هذا الشي الموجود هلا. يعني. راح اخد هاي الارض. واحطلها. تربة سموس. اوكي. ممكن حاليا في شغلات سوينا هون. يتخربطوا. يعني. مثلا. لو نرجع التربة سموس. بنشوف. انه هون الارض كانت فوق اكتر. لما حطيناها. نزلت لتحت اكتر. بس هاي الشغلة يعني. بعدون ممكن نعضلها. ما في مشكلة فيها. ازا احتجنا. يعني نحن بالاخير سوينا الارض. على متل ما عم نشوف. بس بالرندر. ممكن يختلف كل شي. وممكن نغير كتير شغلات بعدون. هون نفس الشي بحط تربة سموس. هاي الشي الموجود هون. يعني عادي ما بيأثر. ام. ام. اوكي. هيك تمام. التاني شغلة يبدأ سوية هي انه. اللون تبع. بيريس سن. لازم. او مو لازم. هسوي اوفر رايت. لانه اللون هداك. مو زعي شوي صراحة. التاني شغلة. لو منشوف هون. منشوف انه. اول شغلة. اللايت. تبع السن. مو بس جاي من هون. رايحة. كأنه داخل بين الحجر. كأنه جاي من ورا. او. ما بعرف. مضوي على هدول الحجر. بس. شوي صغيرة. يعني. في. متل بتحسن تقول. معدي بين الشجر. يعني. انا. ما غيرت الماتيريال. طبعون. اوكي. فينا نفتح هلا الماتيريال ايديتر. بس انا بدي بس شغلة من هون. اوكي. هون هلا الماتيريال كله جاهز. بس انا بهمني شغلة واحدة. هي الاباسيتي. الماب موجود. اذا الماب موجود تمام. اوكي. مشان. الشمس لما راح تضرب. اتعدي بين الوراق. لان. وتعدي صح. لانه ازا ما كان موجود الاباسيتي. بعدان ممكن كل شي ضير. اوكي. فانا راح اسحب هاي الشجرة اللي هون. ونبلش الانتراكتيف رندر. اوكي. ثواني. كنترل زد. ناخد الشجرة هاي اللي موجودة عنديها هون. وبحطها. شوف. اوكي. منحطها هيك شي. هلا لو نشوف. انه. اللايت معدي. اوكي. لازمني الصورة مرة ثانية. لو منشوف اللايت معدي. بس. اه. لو منشوف اخر خط من اللايت. صاير هون. انا عندي صاير يعني. عوج اكتر. فانا. بظن. الافضل انه مسلا ناخد الصان هاي شوي هيك. ناوجه. اوكي. ممكن كمان شوي ناوجه الشجرة. عادي لو هون صار في ظل. اه. انا برأيي. فينا نساوي هلا شغلة. بتساعدنا كتير. شوفوا. هلا انا عندي. بهاي الشجرة. في ورق كتير. اللي هو عبي يعطيني الظل هدا كله. وانا. متل ما قالنا. نحن بدنا. نخلي الظل. يطلع من بين الشجر. هاي يطلع. من بين الشجرة. ف. مدام الورق عندي انا. هيك كتير. فانا رح عامل اول شغلة. alt q. اخد هاي الشجرة واعمل لها. اعمل لها. وهي الشجرة. انا رح اخد الورق تبعه. select id. اوكي. اخدنا الورق الشجر. ومنعمله delete. متل ما شفتو اخدنا ال id رقم سبعة. من نسكر الشجرة. بنرجع. بنعمل. shift. و copy. بناخد مرة تانية الورق الشجر. select id. على عنا رقم ستة. على نحن ايش عم نساوي. نحن عم عنا شجرة واحدة في كتير شجر. نحن عم ناخد هاي الشجرة. اوكي. بنعمل delete. ومن قصمة مسلا لتت اربع اقسام. ممكن تلاتة. حسب ما انت محتاج. انو يكون هون في كتير ورق. هون في اقل هون في اقل. وانت بتعود بتحرك بيناتهم. مثلا هون انت بدك زل كتير. بتحط هاي الشجرة اللي فيها ورق كتير. انت هون بدك ضو اكتر. بتاخد الشجرة اللي فيها ضو اكتر. مثلا هيك عنا. في عنا هاي الشجرة هاي الورقة لسا. سلكت اي دي. وبنحسفها. اه اوكي. اشوف هدول كمان فينا نحسفهم. شوف سلكت اي دي. اوكي هدول كمان انا برأي نحسفهم. بصير عنا هيك شجرة. يعني بصير عنا واحدة تن تن. هلا هون فينا مسلا. بشان يكون. بناخد الثمانة كان الثمانة قليل. نعمل محل سلكت اي دي نحط ثمانة. ونحسفهم. بشان يصير عنا هاي الوسط. هاي الكتير قليل فيها الورق. وهاي فيها كتير. تمام. هلا بنطلع من الإزالات. بناخد اقل وحدة فيها ورق. اكي هدول رح ازحهم شوي على اليمين. واخد اقل وحدة فيها ورق. وا 4 لمحل.. المحل الرندر. مش هانا اشوف. تمام. انتما ك النظرين هلا. الضوء عريضة. يعني عريضة بطريقة كويسة. ما فيش يعبد ب بزعجة. لو منشوف عنا هون. بال بال first plan او ايش ما بتكون تسموه. في عنا الظل جاية بس من الشجرة نفسها مو من الورق وهوم نشوف كمان نفس الشي فأنا عندي أول شغلة مثلا باخد على اليمين للشجرة فيني أحاول أول شي أجيب الظل اللي موجود عندي هون اللي هو هون أوكي هون عندي مثلا مثل ماك شايفين ظل واحد ما في غصن هاي الشغلة ماي صعبة فيني بس أقرب شجرة هيك شوية لعدام مثل ماك شايفين أوكي نبين هون الغصن تبعة يعني كل شي تمام بعدون نحن بنحسن سكره بالورق بالشجر اللي إلى ورق أنا شايف مثلا فينا نحطها نشوف هيك شي إذا نحن لسا بدنا أنه أوكي أنا أول شغلة هلا هدا الريندر أنا أبدأ أشوف فينا مسلا تسويه شوية غير إذا بالريفرنس أنا عندي غير نشوف الريفرنس سواني هزي شيك هاوس ريفرنس أوكي لو مشوف هون يعني هلأ أنا مساوي بالريندر هيك بس فعليا فرق ماو كبير يعني هيك ماو سيء ما رح يكون سيء بالعكس حتى ممكن يكون أقرب للريفرنس فأنا هون فيني أعيف شجرة على هيك مكان بهيك يعني أحطها هيك بصن تمام وهيك تمام حاليا أنا بدي الظل اللي هون موجود وحتى لو منشوف أوكي الضو جاية لهون أنا عندي حتى فينا نرجع نشوف الريفرنس الضو جاية لهون يعني كل شي تمام باتجاه الإضاءة والبوكس اللي عندي هون متل ماك شايفين صار فيه وإنارة شوي فأنا شايف كله تمام من ناحية إضاءة الشمس واتجاهها وحططان الشجرة نضل عنا الظل اللي موجود هون نرجع نأخذ نجرب نأخذ الشجرة اللي بالنص كانت نسحبها حطه هون نرجع شوي إلى وراء قدمها لقدام ما يمشكلة إذا هي كانت مثل ما شايفين هلا أنا عندي صايرة هي طايرة إنه طايرة بس فينا مثلا إيش نساوي نعمل نكبس حرف الار ونكبرها شوي أوكي هلا في شغلة أول شغلة أنا ما رح أبلش باللي هون فيني فيني أخذ هاي شجرة اللي هون حطيك شوي وراء آه رجع شوي كمان نصغير إلى وراء بدي إياها تعطي ظل لهون آه أوكي أوكي إيش بدنا نساوي على هيك صار أنا كان بدي إياها تغطي الظل اللي موجود هون بس هي حاليا آآ مغطي كل الظل اللي عندي موجود هون أبدو ما شوي لقدام آه بظن آآ هيك تمام مثل ماك شايفين صار عندي الظل هذا اللي موجود هون هيك وغطت هون أنا كان بدي يتغطي شوي الظل ف أنا شايف هيك كله تمام بس في شغلة وحدة إنه هون أنا هذا الظل ما بدي فينا نجرب نفتله أوكي هيك تمام أوكي أنا شايف أنا شايف إنه فينا هلا هذا الظل مثلا اللي أعطيتني هي الشجرة هلا هذا حلو هون تمام يعني هيك ما في شي سيء هون أنا شايف آآ فينا ناخد الشجرة اللي عندي هون أنا كان في عندي غير واحدة هاي فيني أستخدمه آآ نعمل و آآ بدي إياها تعطيني اللي هو كان هون مغطي هنعمل إي نفتله ولازم بقى هلا الكاميرا تشوفها كزد و من قدمة لقدام شوي كمان شوي أوكي آآ هلا متل ما شايفين مبين الإجر تبعا ندق نزله لتحت أوكي أنا بدي يبين الشجر هدا اللي عندي موجود هون فأنا رح أرفع شوية صغيرة لفوق فينا فينا تعرف شغال فينا نقاي في الرندر مشان ما نتأخر كتير و من هون نزبط هيك مثلا آآ هيك شي تمام أنا شايف نرجع نشغل interactive render أوكي آآ في شغلة لو ننتبه عليها حاليا أنا آآ هلا كمان في كنت انتبه عليها يعني إن هون عندي بالريفرنس أنا هون كأنه مقلل الورق تبع هذا الشجر مشان أحسن آآ شوفوا لما أنت بالرندر يعني عندك هون مسلا مسكر كل شي مثل بتحسن تقول ضع التفاصيل التفاصيل فأنا هون لما بقلل الورق شوي وبحسن بشوف مثلا شجرة وراها شجرة وبحسن بشوف هدول التفاصيل آآ أوكي فأنا هذا الشي بيعطيني أنا مثل ما بشوف بيعطي جمال أكتر فأنا رح نزل هيك شوي الشجرة لتحد أنا كمان شوي صغيرة أم أم وأعوجها هيك شوي على اليمين ممكن حتى أضغرها شوي أم أوكي آآ إش رح عامل أنا هاي رح طبعا رح أخذها آآ للاحتياط أوكي صار تعطيني ظل هون أنا هدا ظل ما بدي بس آآ كوبي وستوف رندر شوي بناخد الشجرة التكيو اللي هو إزاليت آآ بناخد الورق ومنقلله آآ سيليكت آي دي ندريت أوكي بدنا الرعمة 8 نشوف هون في رعمة 8 8 select ID في موجود بنحسفه و ما نرجع لإزاليت لورا نشوف إش وضع الظل اللي موجود هون مهم هلا هيكصر تمام هون صار فيه شوية إضاءة بس أنا فيه شغلة عندي إنه أنا بدي يكون الظل هون أكتر من الظل هون هلأ الظل اللي هون كتير فلازم أشوف آآ هي عندي أكتر من حل مثلا واحد من اللي حلول هو إنه نحن لو منشوف إنه مثلا الشمس جاية هيك يعني الظل بيجي هيك يعني أنا بحسن مثلا أرجع شجرة أكتر لورا هيك شي بشان ما تعطيني الظل وبعدون أعودع اليسار كي سواني لورا أعودع اليسار وبعدون من نزلة شوية لتحت حاجة شوية اليمين يمين كمان شوية نجرب نبرو مشجرة نشوف سواني ماو هيك مثلا هيك شي أهو هيك أنا شايف ماو سيئ ترجمة نانسي قنقر عدنا ما شوية قدام صارت تطير قدام الكاميرا هيك كل هذا الحكي ما بزبط رح أعمل هيك أعمل نطلع لها فوق وبظن أنا رح أزبطها من دون شوف بظن رح أوقفها هيك تمام هيك وبنرفع لفوق مثلا هيك هيك شي نشوف أوكي هيك تمام أنا شايف هيك كيرا كويس يعني فين نشوف جرب مثلا أعود شوية على سار بس ترجمة ناخد هاي الشجرة اللي هون. وبدنا شوي شجر انه يكون فيه خضار. لا 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 لا. اظن رح ناخد. ستوب. خلاص ستوب. رح اخد اظن هاي. نعمل كوبي على اليسار. كوبي. زغرة شوي. نفتلها. ننزلها شوي لتحد. يكشي. ان شاء الله يكون بس الظل ما تأسر او انا بدي هتأسر بس انه ما تأسر بالطريقة الغلط. انا بدي هتعطيني الظلة هون. شوف. اوكي. هتعمل رجع شوي لورا. بنعوجة بنعوجة شوي على اليمين هيك. اه كمان على اليمين. اوكي. لدى مع اليمين. اللي بقى بنجرب اه نزغرها. اوكي انا فين يوقع شوي رندر. بظن انا رح ازغرها شوي. لان ما بدي تعطيني الظل لهنيك. فانا لازم ازحها هيك لهنيك اكتر. واعوجة على الواي. شوي هيك. ومشان تغطيلي. الشجرة هاي. اللي مبين كان انه غصنه مالو. الجو غصنه مالو. الشجرة. شها ağج desse. اه تغطيني. اوكي انا عندي هاي شجرة لازحة شوية اليمين اللي هو هذا ظلي هون نشوف نرفع لفو لفو اكتر هاي شايف تمام بس واحد ممكن يوصل لنتيجة اكواس الساعة بس هو هيك يعني كتير كويسة صارت انا شايف بنظري انا شايف هيك برأي انا شايف هيك انو صارت كتير كويس بس هون هون ما كويس هون انو هاي عندي صارت غطي كوينا هون هاي جرابيك نعوجه شوية غير اليمين ها ها نشوفو هيك كويس انو صار ينضاء الورا بس صار في ظل هون لما من رجع لهون شوفو لانحل هاي الشغلة اوكي نحطه هون نجرب الله نجرب الله دابليو 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 في هون شجرة لازم نشيل له الغصن هاي عندي اياها شغل نوضع سيلكت ايدي دابليو 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 اوكي اه طيب بالإدتمش في هايد هايد جيومتري شوفو عشان نعمل تجربة انا عندي محطوط رندر هايدن جيومتري ما محطوطة فكل شي لازم يكون تمام اشتركوا في القناة 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 ونشوف في عندي شاوة مهمة انو ما يتفكر معي هذا المبنى فأنا راح أأخذ الشجرة هاي شوي هيك لورا مسلا هيك شي وراح أرجع والله بحسن برجع هاي لفوء اكتر هاي رح رجع كمان اكتر شوي سواني واي اوكي هيك تمام بعدها رح اخذ الشجرة اللي كنا حطينا فوق وارفعها اشتركوا في القناة لا само ما رح انا اصلا اخذ كثير بالاه عطلان للشجر. بظن هيك تمام. ما رح اضيع وقت كتير اكتر على هذا الشي. اوكي. اه ممكن روح نتجه للشي التاني. اللي هو الارض. او ايه الارض. وممكن نحط الاشدير اي كمان. او خلونا نروح نحط الاشدير اي. اه بظن الشغلة هي اهم. بعدها منساوي الارض هون مشان نشوف اش وضعها. وش لون مع التور بس موس اتغيرت. فنا نروح ماتيريال. اه انا رح اش اسفى رح اعمل نحط مثلا اه اتش دي ار اي. اي ماب اه في راي اه في راي بيتماب واروح ااخد ال اتش دي ار اي كي انا ماني منذكر اظن هاي للباكراوند هاي لللايت اذا مالي مخربت بس ما يمشلي هلا منشوف ناخد سفيريكاو ماب في راي كالر او جينيرال كالر كاركشن ما في في راي كالر كاركشن ومنحطها بالدوم لايت نستنس منشوف اوكي حاليا انا بلزمني انه اخلي اللايت الدوم لايت يعطيني الاضاءة نفسه اللي بتعطيني اياها اله دي ار اي اوكي حاليا ازا حركنا لان ازا حركنا لدوم لايت ما راح يتغير شي فانا راح اروح على هون واحط على هاي ندرب نحرك اوكي اه طيب هل من الممكن انه غلا هي هيك هي واقفة صح لازم نشوف شلو لازم نشوف اه بظن انا اشوف شو شح ساوي راح اخد هيك لايت اه اخد اعمل هيك هون كلاين اوكي وبعدها احط بوكس وين البوكس اوكي ممكن موقع هشي كبير هيك شي ورح هنزله لتحت شوي هيك ومنحط له كل هذا الحكي منحط له طبعا ام تي ال في راي اه في راي ام تي ال ومنشغل الانتراكتيف رندر ام هم باربابام نجرب نحرك ال HDRI اوكي كونترول زد يعني حلا ازا حركنا ايك ال HDRI لبين ما نصير تعطينا الظل اللي نحنا بدنا اياه اوكي اوكي منذ انك شايفين هون انا اشوف شو رح ساوي رح اقلل وهذا الشي بالاخير حتى انا رح اساوي انه رح نقرر ال تبعيته للسن واكتر ال تبعيته ال HDRI مشان نشوف الظل اكتر هذا الظل هو تبع ال HDRI شوفوا عن حركه اتحرك الظل تبعه انا لازم اجيبه على الحد تبع اللي هو تقريبا هيك شي شايفين الخط هادا صار تقريبا ناسي شي هلا عندي ال HDRI عبيعطيني الظل اطول انا لازم هاي شغلة اساوية فانا رح ارجع هيك ال HDRI ماب شوي لورا او لعدام شوف لعدام لعدام كما كنت شايفين لما بقدم لعدام صار ي الظل تبع ال HDRI ماب يرجع يعني هون كل ما لعب برجع برجع لازم اوصله على هذا الخط طبعا في كتير طرق حتى تخلي ال Sun وال HDRI ماب اه يكونوا يعني نفس الاتجاه مثلا تاخد وتحرك الشمس ال HDRI ماب لابن ما يصير مكان مكان ال HDRI سنة هاي الطريقة اللي هلا رح استاخد ماب يعني ما في سبب يعني بس انو انا هاي شايفة مثلا اسرع شي اوكي هلا با منرجع المدل اللي عنا curставля اعطان ارا جمع فتو تعشف فتو انت قائما تحربي اوكيش اوكيش شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة الشكرا للمございます شكرا للمشاهدة الشكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة نرجع من ضعف قوة الHDRiMap عشان احسن اشوف اوكي مثل ماك شايفين هذا الحكي دي نويزر احشيل اللي نسفكت حاليا مثل ماك شايفين في فرق صغير باتجاههم رح اطلع هيك لفوق اوكي بظن هيك صارو نفس الاتجاه لازم المفروض مية بالمية نعمل هيك نحرك شوين دي نشوف اوكي لا 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 لازم يكون صارو نفس الاتجاه نرجع للV-ray camera هون رح ارجع حتى عشرين بالسن اجرب حتى عشرة وعي فيها صور فاصلة خمسة عم نرجع نرجع الموديل اوكي هلأ صار كله المفروض تمام لانه كبرت حجم السن صار في هيك شوي زل و انا رح اصغير القوة الشمس مثلا هيك شي صفر فاصلة واحد والHDRi map حاليا تعطيني الإضاءة اللي ما بديها فانا رح اروح الHDRi وهون اقلل شوي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة افتحها هيك شوي. واشغل مسلا الكرس. نشوف. مسلا هيك نرفعها شوي. اوكي. وهي. النازلة شوي صغيرة. بدي انا الظل مسلا. نشوف هيك. اوكي. انا رح احزف هي. واعمل هيك. اوكي. وهاي. يمكن اعملها. هيك ما بدي. اظن رح اعملها. هيك شي. شوف. يعني هيك متل ما شايفين صارت الصورة احلى. واللايت هذا صار يعني متل هيك. اه. الهاي لايت صار موجود. و. والله في شغلة. اه. ناخد الريفرنس. الريفرنس موجود. لو منشوف هون. اي في شغلة. كل هادون الشغلات. ليش نحن مساويان هلا. لانه. انت لو جبت الماتيريال. وبلشت تساوي. و. اه. بعدون رح تحس دايما بالالوان في شي غلط. يعني. لو ننتبه هون. صار غلا. الهاي لايت. او مو هي لايت. الليت. الريفليكت الموجود على البناء هو لون ازرق. مع العلم هون. ما فيك شي طاول. في ممكن هون. بس على المبنى ما في شي طاول. يعني لونه. فضي. من دون اي رفليكت ازرق. انا نشلتها. اه. انا نشلتها. اوكي. فنحن يشلون لازم. اشلون نحسن نسوي هدا الشي. ونروح على ماب. اه. جنيرال. وفي ماب اسمه. اسمه. اه. ار جي بي. تينت. تينت. نوصل هاي هون. ونوصل هاي هون. ورح اقلل انا. الستوريشن تابع لون الازرق. شوي. ايج. اوكي. واخد الاخضر شوي. واقلل. تابعه. شي يضل عندي الاحمر فوق شوي. هيك مسلا. هيك شي. وهيك شي. مسلا دايما. لازم تذكر. انه. يعني ما اشيل. يعني هون مسلا بحطها هيك. نشوف. اوكي. هيك صار افضل بكتير. اه. اه. هو. بمن اللايت اللي عبTIChat اياه هون. اوكي. هيك انا شايف تمام. نجرب شوي نكتر او ما نكتر الازرع. زللنا الاخضر. اه اوكي انا رح اكتر الاخضر شوي. اوكي. وهون انا شايف الملتيبلاير ممكن قوية. عشان متل ما منشوف على الصورة هون. من رغم برغم انه الشمس عنا جاي من هون. المبنى نفسه صلى لونه كيشف. يعني الظل رغم انه هون غامق المبنى نفسه كيشف. هذا الشي انا لازم احاول اوصل له. اذا بقوي انا الشمس بيصير هون الظل اقوى فانا بكتر الاش دي راي ما باوتو. مشان اوصل لهيك نتيجة. اوكي. مشان هلأ الخلفية ما درجنا شوي. فينا هون نعمل انفيزيبل. ناخد بنعمل. او اوكي انا راح افتح دوم لايت جديد. ميراي لايت. دوم لايت. نفتح وهيك. واخد هاد نعمل كوبي. احزف هدول التنتين. وهون اعمل ماب جينيرال. اه كالر كاركشن. وهون اه انا راح اخد الكوبي اظن اجربة. لانه شوفوا الفرق. انا هون اش ساويت. اه اوكي ما هاي هاي وهاي. لو بتشوفوا هون صاير اله الكنتراست اقل. هون كنتراست اوي. وهذا الشي بخليني اوصل للشايفين هاد البياض اللي صاير هون. لو باخد هاي. بصير هادا هون كله ازرق. فانا بدي هاي النتيجة. هاي النتيجة بتحسين توصلها بالفوتوشوب. انك تقلل الكنتراست وتلعب بالكورفز. فبتوصل لهاك شي. اه في كتير فيديوهات انا ساويت اه هاي الشغلة فيها. كثير بالفوتوشوب. حاليا ما راح ساوي هادا الشي. فانا هون بالمولتيبلاير. اوكي. حاليا الباكراون صاير اه اه مثل ما راح شايفين وضوط تبعه قليل. فانا بالمولتيبلاير راح اوية شوي. خمسة. عشرة نشوف. اوكي. هلا بقى الكورفز اللي نحنا سويناها راح تأسر. طبعا. وهون لازم بقى نشوف الحل المناسب شي يكون ال background مع ال. اوكي هون نشغل look texture. او. او 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 او. ننشيل هدول كلون. ننقوي. ال background. ومشوف باي اتجاه. ممكن. اه طبعا ما هون. نحن 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 ن حتى فينا نقلل له كمان شوي شوف ثلاثين خمسة وثلاثين اه اوكي هلا بقى تاني شغلي منساوية منبلش نوزع الالوان يعني عنا هون الابجيكت الموجودة منبلش نوزع عليها الالوان انا بطلع مثلا على الريفرنس او الريندر اللي انا بدي اساوي وببلش بوزع عليه الالوان اه رح اخد material editor بروح ال view واحد باخد هذا المaterial بعمله copy اوكي ومسلا باخد عندي هون باخد هاي وهاي اللي عندي لونه مسلا برتقاني بعمل هيك بحطلهم هذا المaterial اللي انا عملت له copy بشغل وابلش بعمل تقريبا اوكي مهاد انا هذا انا عملت له copy بنعمل هيك بنحطه و ببلش بوزع الالوان عليه اوكي ممكن بعدون تنحل لما ما نحط الارض هيك شي ونرجع الى material اللي عندي هون انا مسلا نشايف انه لازم يكون لونه اقوى من هيك اوكي هيك تمام اه في عنا اللون الفضي هاد اللي هو لازم يكون مفروض تبع لون المبنى بناخد المبنى هاد وعننا هون هاي اوكي نحط اللون هيك اوكي ونروح ال base color ومسلا انا شايف انه ممكن نخفف اللون تبعه ونكتر ال reflect مثلا لهيك شي glossiness منشوف لا ماو 7 كيت ستة يا بظن كويس كلا هاي انا رح افتحها شوي ايك هاي اكتر كشف كهك تمام اوكي نعمل copy ومناخد هذا الobject اللي عندي هون ك ونحط الله هذا الماتيريال اللي هون بس هون اظن ال saturation وانزل اللون شوي حتى هون كأنه الغلوسنوس قال مثلا ستة اوكي ستة ستة وان ستة حتى اللايت اللي جايه هون صار كتير كويس تمام هون تمام رح اخد عمل copy واخد كل الحجر اللي عندي هون هون اوكي انا شون دي اخدون اظن رح اخد layers شاء الله بس مايعلق مايعلق الماكس layers اوكي اوكي بناخد هون بناخد كل الحجر عن طريق shift ونحط لهم هدا الماتيريال مهني هلا بقى نبالش نغييلون شويلون تابعون هيكشي بظن. بس انا انا شايف لون اكشف كأنه. هيك. لا اغمق شوي. اوكي. ونتمام. اه من نزل شوي اللون تبعه شوي. ورح اقلل الرفلكت. او ظن لهيك شي. والغلوسي ناس انا ازلو للاربعة. ربعة. اوكي. انا شايف هون لسا فيه ازرق. رح ارجع شوي لله دي ار اي. وهون اخفف شوي اللون الازرق الموجود. اوكي. هيك انا شايف تمام. رح نعمل كوبي لل للحجر. مع ان انا شايف هون. منكتر الرفلكت. هون. منكتر الرفلكت. وهي منحطها للارض المولودة هون. اوكي. ومنساوي لونه. اوكي. لونه على اغلب. غامق باني غامق. اوكي. اوكي. حلقة الخلفية حاليا. هون صار في ضوء كتير. انا ما بعرف كمية الضوء هاي قوية كتير. لا لا. لانه هون فيه المفروض يكون فيه زرع اللي هو هاد. بس يحطه ببين معنا اكتر. بس اللي انا شايفه انه هون. فينا نروح ال HDRI و اه نقلل الستوريشن شوي. ونزحها شوي هيك عاليمين. ها شوي صغيرة. هيك شي. فعليا فينا ناخد هلا الزد. ناخد هادا الشجر الموجود هون ونوزعه. stop. اوكي اي. وبنفتله هيك شوي. بنحطه هون. مثل ما هو المفروض هو يكون. هعمل instance. و اكبره شوي. هيك شي. راح احطهن بهيك الطريقة. زد. ونعمل. كوبي. instance. نشوف. حاليا صار فيه ضوء عبيدخل بيناتهم هادا الشي انا ما بدي ايصير. اه اوكي. هون لازم هيك شي. اوكي هيك تمام. اه الماتيريال طبعا اول شغلة نعمل هون نسمي. ثري. انا هون الماتيريال طبعا ما سويته اسود. بس شوفوا الماتيريال طبعا اوكي. حاليا انا راح اشيل فورست ايج. اي ما لازمته هون. نحسفه. هون انا شايف. انو. اوكي. فيني انا ساوي من الاول مشان ما هذا. الاول ناخده دول. وماتيريال في راي. في راي امتي ال. ماتيريال في راي. اه في راي تو سايد امتي ال. طبعا هون ازا حطيناها انه هون. فرونت. اوكي. ليش معا بياخدها. فرونت. بق. هي اذا حطيت بس على الفرونت هو. اوكي اوكي. كونتر الزد. اذا حطيتها بس على الفرونت هي. هي الى حالة بتصير بالبق. بس اوكي. اه هون. لازم اول شغلة انا بكتر الرفلكتس. ايك شي. وبعدها. بحاول اجيب اللون الديفوس. شوية من قليلة كمان اكتر من قليلة انا شايفها هيك من نازلة شوية تحت طبعا الجلوسين اسمه واحد سبعة مثلا اوكي هيك شي بس انا هون رح عوجها هيك شوية من اليمين و انا ازل لتحت او هدول ام انا ازل لتحت لا اوكي هنا لازم يكونوا فوق ف ف ف ف ف ف هون رح اخذ هدول اكبرونا على الاغلب شوي مشان ما يبين هيك الفرق دابليو لورا لفوق اوكي هيك شي تمام ام بب بب الررم في عنا شو في عنا في عنا الحشيش اللي هو هاد وفي عنا هاد سواني اعمل اف اربعة شوف الفرق نعمل هاد اوكي اول شي باخد هاد وبروح طب زد F3 وبحطه هون طبعا حجمه كتير كبير مبين علي اكد من ال Viewport اه لا تمام هم طلع فيه شويلة فوق هكشي ورح حطله نفس الماتيريال اللي موجود هون اوكي هيك وفينا ناخد ثاني اوكي نطلع على هذا تبعيد هون نعمل كبسة اليمين كبسة اليمين مشان يرجع تمام اوكي ننتم نحط لن هذا الماتيريال اللي حطينا لهذا الشجر اللي هون و منوزعون تعريبا هيكشي Instance طبعا من دورا مشان ما يبين انه نحن نعمليلون بس copy اوه 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 احطي Instance وهدول شويل رح اسحبون لهون اه هيكشي وهي لازم مفروض النزلة شويلة تحت مشان تلزف في الارض هيكشي اوكي فينا نعمل Interactive نشوف اوكي هون رح اعمل Copy وارجع اخذ كل ال Objects اللي عندي هون هون هدول الجداد ورح نغمق شوية صغيرة المaterial اوكي هيك تمام لا مو تمام شوية صغيرة اكشف اكشف شوية صغيرة اوكي وكمان في شغلة انه Top Z اوكي Top Z اكثر تمام حاليا انا شايف انا شايف فينا نساوي الارض اوكي انا شايف فينا نساوي الارض واول شغلة نساوية الساوية مشان هدول وبعدون منحط له العشاب فانا رح اخذ اول شغلة هدول اللي عندي هون مهمات اخذ الارض Alt Q F3 F4 من شيلو التربا سموس حتى الارض اتضل عنها اه اوكي 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 فانا رح اخذ هون النقط ناخد النقطة هاي وهي ونرفع هون هيك شوي لفوق اوكي شوي صغيرة هيك ها هون لتحت شوي هون لفوق شوي ونجرب نحط هلا تربا سموس بشان ما يصير عنا هاي المشكلة نعمل خطوط رينج كنكت ونسحب على اخر الشي يعني نحط هيك شي زد ونحط هون ونحط هون تربا سموس لا مو تمام فنحنا لازم اش لازم نساوي لازم اول شغلة هاي ننزلة شوي لتحت وممكن نشغل تربا سموس هيك ونشوف شقد لازم ننزلة كنترل زد ها بنشوف هيك شي نرجع منطفة تربا سموس بنشوف هون مثلا اذا هون مثلا عندي لازم ارفع عم نعمل رينج كنكت ها لا كنترل زد كنكت وهي ما نحطها هيك نقط ونرفع هون شوي الى فوق اوكي تربا سموس نشغل انتراكتيف صار تمام اذا لسا في عنا مشكلة شوي صغيرة مثلا انه لا ما رح سير في مشكلة قالكم ليش هلا تذكرت اذا يعني هاي الشغلة بدهم نشوفها شوف هلا انا عندي هون فيه كم سنتين بيين اوكي فينا هلا نعيفون فينا نساوي هلا الفورست باك ممكن العشب نفسه يغطي على الحجر وما يعود يصير يمبين هذا الشي فانا عندي لازم اخذ عندي العشب المستخدم هون متل ما قالتلكون انا كل شي استخدمته رح نزله بالكليجرام مشان تحسنوا انتو تساوي نفس المشهد زائد هون نروح بابرام اتو سوفتوير فورست اوكي ووانحط هون نحط الادادات منضيف الجيومتري منضيف الجيومتري و هون هضيف انا ضفت اي اول شغلة تمام وبعدها رح انزل لتحت تمام رح انزل كمان لتحت ترانسفور رح عمل انابل انابل و انابل هون كمان وبشغل الانتراكتيف رندر تمام حاليا ما فيهم ماتيريال بس مايمش له حاليا ما رح ادور هذا الشي عندي لازم اول شي اكتر العشب يعني هون عندي عشر تالاف رح احط خمسة الاف كمان اقل نجرب هيك شي لازم كمان اقل نشوف مثل معنى شايف يعني هون اجرب خمسة اوكي ممكن يكون خمسة تمام انا رح انسخ الماتيريال اللي عندي هون واحطو احطو احطو هون انستنس تمام حاليا انا عندي هادا العشب اغطي الحجر اللي عندي اياه هون الحجر اللي عندي اياه هون وهنيك شلون لازم انا احل هاي المشكلة انا رح اعمل stop اخذ الحجر اللي هون اخذ الحجر اللي هون واخذ الحجر هاد top z اوكي ناخد اول شي هادا الحجر اللي هون اه رح اعمل اخذ كل هدول المكعبات اللي هاي control z control z تمام هيك رح اخذن واعمل control واروحها المسلس وبعمل create shape ناخد هادا shape نزله اتحد اه ناخد النقط control a كرسة اليمين وcorner بعد ما مساوي corner بناخد هيك scale بنحطه انه بالنص بنعمل هيك شي شي يصيروا كلهم قط واحد بنرجع بناخد هادول بنعمل نقص الحركة اه بناخد واحد اوكي واحد اتنين ثلاثة ضيفين بناخدن هيك لا هيك صعب فنحناخدن بهاي الطريقة ctrl z طبعا انا مع ctrl بحسن باخد مثل ما انتو شايفين هيك ناخد ctrl z ctrl z ctrl z create shape بشيل المثلس مو المثلس ايش اسمه الا ايش اسمه كان اكي بنرجع لهون edges اوكي نرجع لهون اه نقط ctrl a e r scale وبنزلها تحت طبعا بعد هون ctrl a هون بحط corner اه في شغلي عندي هون اه هون هون هاي راح اشيلها الافضل الافضل كمان اشيل هاي هاي اللي هون اوكي هون عندي w اها راح نشيله هدا المستطيل عندي ما هو ملزق فانا لازم ما لازقه هون create shape create line بنعمل هيك وهيك مهم بنرجع بناخد النقطة اوكي ctrl z ctrl a بندور على ومنرجع منطلع خلاص التزوفي بعضن وهيك بيكون صار تمام بنعمل لها effect pivot center ومن نزل لتحت مش هنصير على نفس مساوة هاي هاي اسهل شي بما انه نحن مساوينا بالline بس نعمل لكوبي لتحت copy ومنساوي line بنحزوف اوكي no edit poly extrude بنحزفة منعيف عنها هاي اه نقوس كبست اليمين ومنرجع لوضع الطبيعي w is ومنوصلن ببعض هلا بقى انا محتاج اعمل attach attach تمام بعدون بناخد forest pack وبعمل هون محل surface اظن surface باخد surface area اصلنا الarea ممكن اه الarea مناخدها ومناخد line مناخد هدول ومنعمل له exclude تمام ومنرجع لهون اوكي منشيل isolate منشغل interactive render standard اه مثل ما كنت شايفين عننا هلا صار ال forest pack عب توزع بطريقة بس ما عب نحط فوق الحجر بس اه مثل ما كنت شايفين بضل عندي في بعض الاماكن رغم انه عملت له exclude بيضل ببعض الاماكن forest pack لسه صار فوق الحجر اوكي حاليا رغم انه نحن حطينا line مثل ما كنت شايفين هون صار طالع فالحال حتى ما يطلع هيك بال v-ray انك تنزل لتحت هون اول شغلة بتحط هون على surface area وبعد هون بتروح بتحط هون edge وبعد هون الخطوطة بيصيروا تمام وما بصير فيه اي مشاكل بالcorona محتاج انت لماب general forest edge تحطها بال opacity تحطها هون بال opacity بيصير كل شي تمام فانت حسب البرنامج اللي انت هتشتغل عليه تمام هون تمام هون تمام انا شايف انه مسلا هون فينا نحط مسلا اكتر شوي لا ما اكتر شوي سواني اول شغلة شايفين فيني اعطهم صايرة هاي صايرة من reflect فانا لا ما اوكي هون رح اقلل glossiness مشان ما يصير فيه هالشي او رح المفروض اقلل reflect واحدة متانتان اوكي كويس بس هاي رح اقللها شوي صغيرة والcolor اظن رح ارفعه شوي هيك صغيرة لفو واسوي اصفر شوي هيك تمام الhighlight burn ما فينا نرفعه شوي هيك وانا شايف انا شايف اوكي stop نشوف نحن استخدمنا هاي نحن استخدمنا الforest الforest استخدمنا grass بصفر صفر ثلاثة اللي هو هاد حاليا انا رح استخدم الاربعة نعمل هون ctrl v copy مشان الله بتشوفوا ليش copy اوكي اوكي وهون بدال هذا الجرس نعمل clear ما نحط اللي عنايا هون وما نحطه full هون نزل لتحت المفروض نفس الاعدادات اللي موجودة هني بس هون نحطها full full ونشغل ال interactive render بجرب بجرب اعمل مسلا سكر هيك العين اوكي رأي سكر العين الاولى افتح التانية اشوف حاليا كأنه ما في effect من forest اتنين فأنا رازم هون احط مثلا اجرب عشرة صار في effect وبعد بنفتح forest واحد اوكي هيك تمام طبعا بالفورست واحد انا شايف فينا نقلله شوي صار هيك كتير زيادة يعني فينا ناخده وهون نحط مسلا سبعة اوكي سبعة تمام بشي نصير في فضاوة وهي الفضاوة يضل فيها عشب بس العشب يكون صغير اه فيك تصدم هاي الطريقة والفورست اتنين فيك شوي تكبره او هو كبير من الاصل خلاص انا بالوبجكت هون مكبر هاد ومزغر هاد فكله تمام شاين يصير في عنا هذا شي اللي شايفينه قدامكم اه تمام ال 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 الارض اللي عنا هيها موجودة هنيك رح نعمل اه كوبي مرة ثالثة فورست ctrl v copy رح اغير ال area surface نشيل هاي ونضيف surface اللي عنا ها هون و رح نغير ال object وناخد ال object اللي موجود هون كو واحد طبعا هلا صاير كتير كتير وفي شغل كمان انه نحن محتاجين هون نحط normal move up ونحط normal و اظن رح اكتر ال direction اللي وانه رح نكتر شوي نجرب خمسة ونشوف و المتيريال تابعه نعمل لهون clear على اغلب رح اعمل له clear واخذ هذا المتيريال tone gestop اه انا اشلت الobject عفوا اه هون نرجع نعمل محل object هيك و محل المتيريال رح حط هاي instance وطبعا متل ما شفنا كان حجمه كتير كبير فانا رح نزل لتحت هون نحط مثلا 50 80 شغل interactive render حاليا هدا الشجر لونه مقوي رح عدل عليه اوكي انا شايف بالcurves فينا لا اما الكرس لا اما اظن سأخذ light عن الي هون شاد وطا مثلا محط 02 مجربي نحو effect احط هايك شي وهون اللون هساوية هايك شي احط هلا كأنو اتجاههم مو كوي لأنا هيك حساس اخذ forest 3 واجرب الهون direction نزله شوي نجرب هيك شي انا شايف انو انو لو زغرنا من حجم شوي كمان 30 حتى 20 مجربي 10 وكترنا هون اكتر شوي ايه او رفعنا هون لفوق مثلا هيك شي اه اه distancy من غير الثلاثة density و density هون تمام هاي هيك منظرة غريف انا رح اخذ هدول الورا منازل لون للتحد واخذ الماتيريال تبع الشجر الغريب صغير لونه كتير هيك بتحسو اه مارسة انتو شايفين هدا الشي بتحس اللونه اخضر كتير بالمقارنة مع كل شي موجود فانا محتاج انزل لتحد اوكي هون الماب موجود الو موجود من الاصل اوكي موجود اعمل اسحبه لفوق ماب جنراو باكالر كاريكشن وحطي هون هون ونحط اوكي مدام عبال رح اعمل stop اخد هذا الماب و saturation رح اقلله شوي وهون اه انا عبرعبي هذا الماب انا بدي اغير هذا الماب اللي موجود هون رح نزل لتحت و نزل الجام تبعيته شوي اه اظن رح اخد هذا الماب اساوي كي انا بدي هون ها بنعمل لك copy هون بنعمل نفس الحكي اوكي هيك و لا هون هيك اوكي لا مظن هيك تمام delete و منجرب نعمل interactive render طبعا لو تشوفوا مثلا هنا نحيط تكستور للأرض ايطي displacement حاليا هذا الشيء موجود سواني تك عنا هاي اخضر هاي اخضر ضيفين نحن نعمل ترجبة مشان نتأكد اه السبعة والستة نتأكد مسلا نشلنا السبعة المفروض يصور وراء الشجر اللونه اسود طيب شلنا الستة نعمل تمام بناخد الستة يعني الرقم ستة وننزل لتحت بنشوف هيدا المثير التبع اوكي نسحبه لفوق هايك ستة نجي لهون والشغل ننزل كمان الجام و ستة اعمل كوبي لل color correction واحط نفسه لهون واوصله عال translation اوكي انا فين اعمل اعمل هيك اوكي 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 كأنه اللون تابعه لهلا انا بدي اعوج وهيك شوي ننزل لتحت مالتو سايد شوف اوكي 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 روح روح لهون تاك رفلكش من كتره شوي اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه حسنا توقف كأنه سأخذ هذا نأخذ هذا المتيريال كمان نأخذ هذا هيك عن عندي أفتحها شوي هيك ستوريشن هاي كوبي ما انت بعت عليها هون كمان ستوريشن هون مثلا كترو شوي شوفك لا 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 خلونا فرد مرة سأخذ هذا الحكي هون هيك صغير نعمل له هيك ستوريشن كوبي نرفع لفوق ونأخذ الترانسويسنسي نوصل لهون نوصل هذا الحكي هيك وكمان أنا بدي أخذ مثلا هاي الشجرة التكيو زد أنا هذا اللون ما وعجبني اللي هو أربعة المتيريال لونه أربعة رح أخذ أنا هذا اللي عندي هون وأحطه عاليا بالأربعة و التكيو ونشوف شكرا شباب ما عندي لهيك احيانا او مو احيانا دايما الافضل انك تبلش الماتيريال من الاول وكأنه وكأنه كأنه هاي رح ااخدها وحطها بالرقم سمينة stop نسحب الماتيريال من هون ونحطه بالثمينة ومنشوف اه او او سوري اه الاغلب اللي هني غير ماتيريال مهم اوكي stop ناخد هاد اي منعوجه على اليمين ناخد هاد وحطه لهون اشفي هنا كمان شجر بيان اكي تمام اوكي تمام انك اضيف اكي تمام اوكي تمام هون الأفضل ما ألعب نعم ما رح أدقره هون رح حايفة بالهايلايت بس هون هون الوضع سيء هون هلأ أمبين أكتر هكذا 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 رح أرجع أنا للفورست اللي هون رام 3 وأنزل لتحد أمجرب أغير هون لا أمو هون ثماني نزل لتحد بالإكس والوي نزل لتحدث هون رح أخذ هذا الأرض نخذ هاي الأرض الموجودة عنا هون Alt Q الآن هي نبين جزء مننا فأنا رح أعمل هيك Copy Scale أقليل Scale نشوف K كأنه ما يفرق Top Z الزي ما يفرق بين الجهة الفعانية والتحتانية هون ونسحب نشوف برجمنا نعمل لـ Scale Ctrl Z Ctrl Z أم أم أوكي كواس كافتة اليمين أم هون رارارام هون نعمل لها هيك تمام نرجع منرفعها لفوق Z instance 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 ناخد الـ Forest واحد وناخد الأرض الموجودة عنا هون وهي نزل لتحت هون يكشي نرجع مناخد الـ Forest واحد ونروح على أه Area أوكي لا منشيل هاي وناخد الـ Object ونضيفه منروح على الـ Forest اتنين الـ Object ونضيفه منشيل منشيل Isolate ونقوم بعمل Interactive Render مه مه حاليا أنا راح أخذه Create a new اوكي اه موجودة تكستورة طبيعية هون موجودة تكستورة طبيعية هون أصلا هي حتى تكستورة بعيدة ما بذكر لأنه كانت كويسة Z F 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 Moodle أظن وبعده OLD STONE use path نعمل الغلق reward نعمل هيك reward ونأخذ reload تمام أنا رح أخذ الزهري أظن بس رح أعمل map general color correction نزل saturation لا هيك شي سوي لونه أزرق وأرفع الغامة تبعيته ونروح الأسود map general color correction saturation ونرفع الغامة شوي صغيرين وممكن هيك شي نشوف وحجمه لحد الآن صار كبير شوي الغامة تبعيته نبدأ تكشيف كتير ونحط اثنين أوكي ونظرم شوي فتلاتي نعمل هيك unscale نعمل هيك نعمل هيك نعمل هيك واللي نرى صايرة كتير قوية هاروح على الـ HDRI نعمل هيك كي أظن أنا رح أرفها مثلا ثلاثة مشان يقولي الـ contrast تبعه وبعدها بروح على نفس الـ HDRI وبوضطي اللي نارة تبعيته وهنا الـ HDRI الـ background وهاد هون ومنزلها لعشرين مثلا نعمل هيك ترعليل خمسا وعشرين اوكي خمسا وعشرين تمام مهم نعمل الحجر stop هون زت هاخذ الحجر اللي عندي يا كله موجود هون F3 control F3 ونسحبه هيك على اليمين وأظن هذا المثير رح أساوي هيك كي هات هيك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اوكي أنا شايف انه الفيديو تأخر كتير وطبعا أنا فيني أساوي الماتيريال اللي هون والحجر أضفلون بس بما أنه نحن صرنا نضيف كل التكستور اللي نحن نستخدمون للفايل فأظن أنه أنا إذا عفت لكم الموديل موجودة بالتليجرام وعفت لكم تكستور فأنتوا رح تحسنوا لحالكم توصلوا الرندر من هيك شي لهيك شي عن طريق إنكم تضيفوا التكستور لو تشوفوا هون لسا الdireكشنال ممكن ألعب فيه كمان أكوس ولو تشوفوا شوي أنا مغير هون اللون كوي صغيرة طبعا هون أنا قلت لكم رح أطلكوا التكستور طبعا هذا المبنى بس ككل الاتماسفير وصلت أنا شايف مثلا بالباكراوند هون سياوية هلا فعليا هاي ما يمأسرى أنتوا زيبتكم ما تغيروها بس أنا عملت مثلا كأنه عامل هون إنه عامل البلاين شوي لتحت أكتر حتى نبين هيك إنه واحد اثنين بذكر يمكن أنا الباكراوند غيرته بالفوتوشوب طبعا هذا الشيء ما هو مأسر كتير فيني أنا أغيره هون إنه هاي شوي هيك لهون أوكي هيك صار تمام يعني أنا عملت شوي تإضافات بالفوتوشوب مثلا لو بتشوفوا هون صار هيك فيه شوي إضاءة بيضة آآ هاي ضيفتها بالفوتوشوب آآ بارم وهون كمان على الحجر فيه هون مثل منك شايفين فيه هيك شوي بقعة بيضة كمان هي نضيفها بالفوتوشوب آآ هون بس لو أنا كمان بغير لحد الآن أنا زياجني الضوء الأزرق تبع الـ HDRI آآ هاي بنشوف منشيله هيك كازا هيك شي وهون راح أقل لها كمان لا هيك شي تشوف تشوف آآ هم 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 لا هيك الضو كتير اتغير هون. رجع شوي. اظن. هون هيك شوي. هون هيك. هيك تمام. وخليني معاته انا شوي بالماتيريال. اروح الماتيريال نفسه. اروح الماتيريال نفسه. ايك. وهون مسلا. نجرب مسلا نضيف اللون الحمر شوي. لا هيك سيئة كتير وهذا اضيف اللون الحمر. نعم. نعم. فبس وصلنا لنهاية الفيديو لا تنسوا تضعوا لايك تشتركوا بالقناة تنسوا الفيديو اذا بتشوفوا انه رح يفيد الاشخاص اللي رح تنسوا فيهم فعلا الفيديو كان فيه بطير شغلات مفيدة فبس مع السلام